اشتركوا في القناة إنه تعرض لإهانة لا يمكن إصلاحها من قبل أحد معارفه فورتوناتو وإنه يسعى للانتقام لكنه يريد أن ينتقم بطريقة دقيقة من دون تعريض نفسه للخطر لقد قرر استخدام ولع فورتوناتو بالنبيذ ضده خلال موسم الكارنفال اقترب مونتريزور مرتديا قناعا من الحرير الأسود من فورتوناتو وأخبره أنه حصل على شراب يمكن اعتباره أمونتيلادو وهو خمر إسباني خفيف فورتوناتو التي تعني بالإيطالية المحظوظ كان يرتدي زي مهرج متعدد الألوان وقبعة مخروطية مع أجراس أخبر مونتريزور فورتوناتو أنه إذا كان مشغولا للغاية فسوف يطلب من رجل يدعى لوكازي أن يتذوق ذلك الشرب يبدو أن فورتوناتو يعتبر لوكازي منافسا له في التذوق لذلك ادعى أن لوكازي لا يستطيع التمييز بين أمونتيلادو وأنواع الخمر الخفيفة الأخرى أصبح فورتوناتو حريصا على تذوق النبيذ ليحدد لمونتريزور ما إذا كان الشراب أمونتيلادو حقا أم لا وهكذا أصر فورتوناتو على الذهاب إلى أقبية مونتريزور التي يحفظ فيها الخمر لقد خطط مونتريزور استراتيجيا لهذا بإرسال خدمه كلهم إلى الكارنفال نزل الرجلان إلى الأقبية الرطبة المغطاة بالنتر وهو معدن أبيض اللون بدأ أن فورتوناتو تأثر بسبب النترات فبدأ في السعال استمر الراوي في اقتراح أن يعود فورتوناتو إلى منزله حتى لا تسوء حاله لكن فورتوناتو رفض وبدلا من ذلك أكد بأن النبيذ دواء لسعاله واصل الرجلان استكشاف الأقبية العميقة المليئة بجثث أفراد عائلة مونتريزور ادعى فورتوناتو أنه نسي صورة شعار عائلة مونتريزور النبيلة فرد مونتريزور بأن شعار عائلته يصور قدما بشرية ضخمة في حقل أزرق اللون القدم تسحق ثعبانا هائجا أنيابه مغروسة في كعب القدم ومعنى الشعار باللغة اللاتينية لا أحد يهاجمني من دون عقاب بعد مشيهما لفترة أدى فورتوناتو حركة يدوية تعتبر علامة سرية للماسونيين أو البنائين الأحرار لم يتعرف مونتريزور على إشارة اليد هذا رغم أنه كان يدعي أنه ماسوني عندما طلب فورتوناتو دليلا أظهر له مونتريزور مجرفته مما يعني ضمنيا أن مونتريزور بناء حقيقي قال فورتوناتو إنه لا بد أنه يمزح واستمر الرجلان في المضي قدما دخل الرجلان إلى سرداب حيث تزين العظام البشرية ثلاثة من الجدران الأربعة تم إلقاء عظام الجدار الرابع على الأرض توجد على الجدار المكشوف فجوة صغيرة قال مونتريزور إنه خزن فيها الأمونتيلادو فورتوناتو الذي كان في حالة سكر شديد ذهب إلى الجزء الخلفي من الفجوة وفجأة قيد مونتريزور فورتوناتو إلى حجر بعد استهزائه بفورتوناتو وعرضه عليه المغادرة بدأ مونتريزور في سد مدخل القبو الصغير وبالتالي محاصرة فورتوناتو بالداخل صارخ فورتوناتو بشكل مرتبك بينما بنى مونتريزور الطبقة الأولى من الجدار سرعان ما ذهب تأثير الخمر وتأوه فورتوناتو مرعوبا وعاجزا مع استمرار الطبقات في الارتفاع صمت فورتوناتو عندما كان مونتريزور على وشك الانتهاء ضحك فورتوناتو كما لو كان مونتريزور يمزح معه لكن مونتريزور لم يكن يمزح وأخيرا بعد التماس أخير من أجل حب الله يا مونتريزور توقف فورتوناتو عن الرد على مونتريزور الذي نادس مع دوه مرتين بعد عدم الرد ادعى مونتريزور أن قلبه يشعر بالمرض بسبب رطوبة سراديب الموتى ثم ثبت الحجر الأخير في مكانه وأغلق الجدار ولم يكن يسمع سوى رنين أجراس فورتوناتو أخيرا أعاد وضع العظام على الجدار الرابع وكتب في الأخير إنه لا أحد أزعج القبو أو جثة فورتوناتو لمدة خمسين عاما واختتم القصة بعبارة لاتينية تعني فليرقد بسلام أتمنى أن يكون ملخص بيرميلو أمونتيلادو قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة